السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو الخطأ الكبير الذي يرتكبه بعض الصائمين في رمضان نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم كلنا نعلم حبيبي ان الهدف الاسمى من صيام رمضان بعد الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى هو الوصول الى درجة المتقين ان احنا نتصف بالتقوى فقد قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى كما تعلمون هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل وده تعريف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فالمولى عز وجل في نهار رمضان حرم علينا اشياء كلها حلال حرم علينا الطعام والشراب وحرم علينا اتيان الزوجة في الحلال وكل هذه الاشياء كلها حلال لكنها تحرم علينا في نهار رمضان فاذا كان الانسان يمتنع في نهار رمضان عن الحلال فكيف يقع في الحرام ده امر مستغرب جدا يعني ان الانسان يمتنع عن الحلال ويقع في الحرام ده هو قاعد طول اليوم مش عايز يأكل ليه لاني حرام اني اكل في نهار رمضان مش عايز يشرب طب ليه عشان حرام ان انا اشرب في نهار رمضان حرام يأتي زوجته في الحلال في نهار رمضان سبحانك يا ربي ومع ذلك قاعد طول اليوم الا من رحم الله صحانه وتعالى يتفرج على مسلسلات وافلام وكربات الى غير ذلك عايزا بالله وبتتناقص حسناته خذوا بالكم هذا الصيام ده وان كان الصيام من الصبر والصبر له اجر عظيم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب لكن في النهاية هو في حد معين للحسنات دي وكلما بنقعد نذنب ونقع في المعاصي في نهار رمضان او حتى في ليل رمضان فبيتناقص من الاجر والثواب اللي احنا واخدينه ويفضل بقى يعني الترمومتر بتاع الحسنات يقل لحد ما يوصل لبعض الناس ان تنتهي حسناتهم وهم صايمين تنتهي حسناتهم بسبب كثرة الذنوب والمعاصي والمظالم ثم بعد ذلك يبتدي يتحمل سيئات فوق ما كان يطيق عيازا بالله يعني سيئات فوق سيئاته عيازا بالله فالانسان يمتنع عن الحلال ثم يقع في الحرام شيء عجيب جدا او انسان مثلا بيقع في نهار رمضان او في ليل رمضان حتى في الغيبة او يسعى بين الناس بالنميمة ويؤذي الناس ويتحمل مظالم او واحد يأكل حقوق الناس في شهر رمضان او غير ذلك يعني صايم عن الحلال واقع في الحرام فالواجب علينا ان احنا نعمل تخلية قبل التحلية قبل ما ندخل على رمضان الاصل ان احنا نتوب ونجدد التوبة والتوبة مش تجدد قبل رمضان بس لا تجدد حتى في قلب رمضان يعني لابد ان احنا نحيط اعملنا بالاستغفار عشان نأمن نفسنا ان احنا نتوب ونستغفر ونكثر من الاستغفار ولذلك النبع سنى لنا ان بعدما نسلم من الصلاة نستغفر الله عز وجل ثلاثا فاذا كان الانسان بيستغفر ربنا بعد طاعة فكيف به وهو مقيم على معصية فالانسان لابد ان هو يحترز لنفسه نكثر من الاستغفار والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان ينظر الى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار ليه الاستغفار بيمسح زنوب فلذلك الانسان لما تمسح زنوبه يخلى بينه وبين نفحات ورحمات المولى عز وجل وبين التوفيق وبين كل خيرات الدنيا والاخرة بفضل الله سبحانه وتعالى فالواجب علينا ان نكثر من التوبة ومن الاستغفار ومن البعد عن المعاصي في كل ايام السنة وخصوصا في شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لو انسان عليم ظالم يتحلل من المظالم حتى لا يصوم ويقرأ الكرآن ويذكر المولى عز وجل ويصل الترويح ثم تهدى حسناته كلها لمن ظلمهم يبقى ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درها ما له ولا دينار فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج بس عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار هذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض الصائمين لابد أن نحن ننتهي عن الذنوب والمعاصي ونفرق قلوبنا وجوارحنا لطاعة الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار وأن يجعلني وإياكم ممن يدخلون الجنة من باب الريان وممن يصحبون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا